يا سباح الهانة مرة كمان وخلينا نتكلم بقى في الفقرة التبية دي وزي ما حضراتكم عارفين كل حلقة بنحمل أو بتحمل هذه الفقرة يعني ملف مختلف عن فكرة السمنة واللي مرتبط بالسمنة من أمراض وفي نفس الوقت إزاي ممكن يكون في حلول سهلة وبسيطة وتمنع كمان زيادة سريعة تاني في الوزن وفي نفس الوقت برضو مرجعش أن أنا أحس أن أنا وشي شاحب شعري بيقع الحاجات اللي هي ربما تنتج يعني لو أنا ما خستش بشكل سليم على كل حال حنتكلم في كل التفاصيل دي والنهاردة الملف الجديد كمان اللي حنتكلم عنه تحديدا دور الكروميوم الكروميوم مش كل الناس فهمة إيه هو الكروميوم طب إيه هو دوره زي ممكن يساعد أصلا في إنقاذ الوزن كل ده حنعرفه من خلال فقرتنا مع دفتنا النهاردة اللي منورانا كالعادة دكتور دينا أبو السعود طبعا المستشار التبي لشركة بايو ناترلز بونجور جدا بونجور يا نهواندي يا حبيبة قلبي ازايك منورك العادة يا دكتور بنورك دايما وكل حلقة بتبقى أهمة من اللي قبلها بصراحة لإن بتتكلم عن ملف جديد خاص برضو بالملف الأم زي ما بتقال كده اللي هو يعني السمنة طيب أنا النهاردة هتكلم تحديدا عن الكروميوم إيه ما بقى الكروميوم وإزاي ممكن الكروميوم هذه المادة إن هي تساعدني عن فكرة إن أنا أنقص وزني وبشكل برضو سليم وبشكل صحي من غير كمان ما يبقى فيه أضرار جسدية وفي نفس الوقت من غير ما أرجع على طول أعمل شفت سريع وأرجع تاني في الوزن دي مشكلة تانية خالصة طبعا لأن خطورة السنة مش بس في الشكل الجمالي لا الصحة العامة يعني على طول بقول الصحة ما بتشترى بتامن وطول ما الواحد عنده صحة وسطر خلاص هو كده في مأمن طول الوقت كنا كده في الطريق المضموط أيوة أيوة صحة فمهمة قوي أن أي حد مليان من الستات أو الرجالة يفكروا جدا أن هما لازم يخسوا لأن لازم المحافظة على الوزن الطبيعي لتفادي أمراض كتيرة جدا من القلب من السكر وأحيانا أورامل سرطانية على قدر الله ومشاكل في المفاصل ومشاكل في العظم فلازم تولي والكوليسترول بقى والقلب والتنفس وكل حاجة في التالي فلازم نحافظ على وزننا طيب الكروميوم إيه علاقته بإنقاص الوزن الكروميوم مادة مهمة جدا بتلاقي كتير بياخد حبوب الكروميوم عشان يحصل إنقاص في الوزن لأن الكروميوم هي المادة المسؤولة عن حرق الدهون وهي المادة المسؤولة عن حاجة اسمها تنشيف الدهون وبتودي الدهون للكبد والكبد بيستهلك هذه الدهون للطاقة فمادة مهمة جدا 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 لتنشيف الدهون وحرق الدهون المخزنة حتى في الأماكن المستعصية زي البطن ده مهمة قوي وكمان الكروميوم ليه علاقة بزبط مستوى السكر في الدم بتلاقي كتير من مرضى السكر دكاترة البطن أو الغدد السماء بيدوهم حبوب كروميوم عشان الكروميوم بيحسنني مستوى السكر في الدم لأنه بينظم عملية إفراز هرمون الإنسولين من البنكرياس طيب الناس ما عليش يا دكتور عشان أبقى فاهمة الناس اللي عندها نقص في الكروميوم في جسمهم هم دول الناس اللي بتعاني من سمنة زايدة ولا الموضوع ازاي؟ طبعا اللي عنده نقص في الكروميوم في جسمهم بيعانوا من سمنة بيعانوا مش بس سمنة شحوب في البشرة على فكرة تعب مزمن كل حاجات دي نتيجة نقص الكروميوم طبعا المكمل الغذائي اللي هتكلم عنه فيه كروميوم مش بالنسبة كبيرة قوي ودي حاجة كويسة أنه هو فيه كروميوم والكروميوم هو المسؤول عن تفتيت الدهون الحقيقة ألب مالتي فيت كل الناس بلا استثناء اللي استخدمته من السادة العمل الكرام بيشكروا فيه جدا والمتابعة الدورية عندنا في الشركة بتبقى ضروري بيستا مكمل غذائي آمن جدا لأنه مرخص من مصرات الصحة المصرية بيحتوي على الكروميوم اللي هو بيقدر يفتتلي الدهون زي ما أنا قلت بيقدر يفتت الدهون ويستهلك الدهون إلى طاقة وبيقدر كمان بيستا يتحكم لي في معدل الشبع ومعدل الشراهة بتاعتي إحنا كمصريين كلنا أعتقد أكتر من 90% مننا عندنا شراهة في الأكل والأكل بالنسبة لنا متعة كبيرة لكن صعب إن كنت تعرفي تعملي منتر للحجم بتاع الطبق بتاعك دي بتبقى صعبة فمهمة قوي إن أي حد عايز ينقص في الوزن وحتى على فكرة اللي مش عايز ينقص في الوزن وعايز يسبت وزنه دي الأصعب دي الأصعب مش حلو إن أنا أنزل مرة واحدة وارجع الكليوهات وأكتر مرة واحدة طبيب إحباط بقى إحباط رهيب وإحنا مش نقصين صراحة يعني إحنا هنا بنتكلم عن الكروميوم هو متوفر مبدئيا في بيستا ومتوفر أيضا في قلب مالتي فيتو اللي هو المكمل الغذائي اللي بتنصحي إنه هو كمان يكون مع كورس بيستا بيتاخد في نفس الوقت أنا أنا بنصح كل الناس اللي بتتفرج علينا تاخد قلب مالتي فيتو وبالذات طب أكيد طبعا هو للناس اللي عايزة تخص والناس اللي مش عايزة تخص طب ليه مهمة قوي لو أنا بدأت أستهدم بيستا وبدأت أقل الكمية الأكل وكمية الفيتامين اللي باخدها ليه لازم أخد قلب مالتي فيت لأن قلب مالتي فيت دخله 13 فيتامين ومعدن مهمين جدا أهمهم مش عارف أقول أهمهم لأن كل الفيتامينات الحقيقة مهمة طبعا طبعا لكن ممكن أبدأ بفيتامين بي المركب العيلة كلها مهمة قوي كلنا نمشي على فيتامين بي فيتامين بي داعم جدا للدم جدا داعم للحرق والتمثيل الغذائي بتاعي ده مهمة قوي أن أنا أعرف أدعم سرعة الحرق بتاعتي أنا كل ما بكبر في السن الحرق بتاعي بقل الطاقة بتاعتي بتقل فلازم أدعم بقلب مالتي فيت اللي دخله الكوبالامين والريبوفلافين والبيوتين والبيوتين طبعا داخل قلب مالتي فيت عشان شعر ما يتأثر البيوتين بقى للشعر فقط ولا الشعر والبشرة والدوافر يعني أعتقد بيوتين لكل حاجة أجب ليها لقب البيوتي بالزبط ومهم جدا البيوتين لأعصابنا يعني مش بس للشعر والبشرة والجمالي لأ مهم للأعصاب للأعصاب طبعا أي حد عنده نيورا التهى في الأعصاب الدكتور على طول يقول له فيتامين بي رقم واحد مع الأدوية طيب إيه اللي داخل قلب مالتي فيت كمان يا نهوانت عندي فيتامين سي فيتامين سي بيسموه فيتامين الجمال فيتامين سي مهم جدا لأن فيتامين سي أولا بيدعم لي المناعة بيدعم لي البشرة جدا وبيحفظ لي على مستوى الحديد لأنه بيساعد على امتصاص الحديد دمهن قوي أنا هاوانت طبعا يعني أي حد بيسألني كتير قوي بيبعطوا لي يا دكتورة دينا شعري بيقع شعري بيقع مهمة تستخدم ألبا مالتي فيت ومهمة تشوف مغزون الحديد يعني لما أجي أعمل صورة دم أقول صورة دم مع السيلمفريتين مش بس صورة دم مش بس للمجلوبين المهم مغزون الحديد دم مهم جدا لدعم الشعر ومش الشعر بس الشعر والدم والتنفس والحركة لأن الحديد هو المسؤول عن نقل الأكسجين لكل الخلال والعكس صحيح لو فيه ناقص في الحديد دي تبقى مشكلة كبيرة البني آدم شعب عنده أصلا طاقة كمان خالص طيب خلينا دلوقتي لأن احنا معنا كيس برضو عايزة أكيد زي ما احنا متعودين بنسمع لكن كمان بنشوف بشكل بقى على الأرض إيه اللي بيتم أو الناس اللي جربت هذا المنتج بالزبط إزاي على الأرض فادهم دي حاجة هنشوفها دلوقتي خلال دقائق قليلة جدا مع حضراتكم بس قبل ما أروح ليه الحالة اللي معنا أنا عايزة منك تقول لنا زي كده سبب السبب وراء إن أنا دلوقتي لو شخص أو أنا هقول أنا مريض أو أنا عميل أو غيره أنا رايح وعندي يعني options كثيرة جدا وأي بني آدم عنده options كثيرة جدا مكملات غذائية حاجات بتخصص شمعنا أخذ ألب مالتي فيت أو كورس بيستا مع ألب مالتي فيت عشان أولا كورس بيستا من إنتاج شركة بايو ناتشرلز المعروفة جدا دلوقتي إن منتجاتها جميعها واخدة ترخيص ومزارة الصحة المصرية وده نقطة على فكرة مهمة جدا طبعا طبعا واخدة من نهاية سلامة الغذاء ومنتجاتها قريدي متوفرة في الصيدليات لكن ليه بنقول نتكلم عن طريق الأرقام اللي ظهرها على الشاشة عشان مريض السمنة مهم ليه جدا المتابعة مهم ليه جدا 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 العاطفة الدعم النفسي مهم التشجيع عشان كده بنقول نتكلم وناخد الكورس لأنه كمان مع الكورس الأهوى الخضرة اللي بتساعد جدا على مستوى الحر فعشان كده أنا بحبس جدا أي منتج من منتجات شركة بايو ناتشرلز وكمان بيستا مكوناته طبعية أنا عندي الكروميوم عندي ألياف طبعية فيه من قشور السليام من ردة الشفان من ردة الأمح التلاتة دول بقدروا ينفشوا في المعدة فلما بايجي أخذ كورس بيستا وأخذ الساشة هو طبعا بيبقى ساشة قبل الأكل على كباية مياه بنص ساعة أجي لما أجي عنام طرجت أكل كل الطبق ده هلاقي نفسي باكل ربع بس وهلاقي نفسي أن أنا شبعانة بعد ما أكلت يجي بخمس ست ساعات ودي حاجة كويسة جدا 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 قلب مالتيفيت بيتاخد بعد الأكل يعني بيستا اللي بيتاخد قبل الأكل والمالتيفيتامين بتاعنا بيتاخد بعد الأكل بساعة حلو جدا كويس جدا طب تعالوا بقى نروح للكيس اللي كنت بقول لحضراتكم عليها دلوقتي نشوفها مع بعض هي آية مش هقول مريض هي شخص كان عنده مشكلة حاول أن هو يلاقي حل ولجأت لي كورس طبعا بيستا وقلب مالتيفيتا هتحكي لنا بنفسها إزاي كمان ده كان ليه تأثير يعني جايد على صحتها ونرجع نكمل أحكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي أنا اسمي آية عاطف رجب عمري 26 سنة كنت 85 وبقيت 65 الموضوع كان صعب معي جدا في الحركة كنت مش بقدر أمشي رجلي كان الوزن تقيل عليها ما كنتش بعرف أخد نفسي كويس اللبس كان صعب جدا ما كنتش بعرف ألبس في سنة خالص كنت حاسة أنها ألبس لبس مومو موضوع كان صعب قوي في اللبس كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة ثلاثة وجبات في اليوم قبلها كنت بشرب الكباية لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص بالعكس وهو طعم التفاح فكان لذيذي ما كانش عندي أي حرمان من الأكل كنت باكل عادي كل حاجة بس هو أصلا كان بيسد الشهية كنت باكل أي حاجة بس قليل يعني واجبات قليل مبسوطة جدا الحركة بتاعتي بقت خفيفة بقيت قادرة أن أنا أمشي بروحتي بقيت ألبس اللبس اللي أنا عايزي بنصح أي حد عايزي يخس في وقت قصير وبشكل صحي أنه هو يستخدم بسه إحنا بنتكلم من 85 إلى 65 ده 20 كيلو صريحة لا وشوفتي صويت آية هي أنها وادة قبل ما تخس بتقولك عندها 26 سنة لا هي قبل ما تخس شكلها فوق 45 سنة بسرعة هو التخن كارثة يعني بيأخذك في فن تاني وفي لفل تاني وفي موز تاني وكل حاجة تعني يا بسرعة خالص لما جت خست ثقاتها رجعت بنفسها سنها الحقيقي بنى عليها وبتقولك بقيت تعرف تلبس خلي بالك في السن ده تبقى بالتخن ده كله هي عرضة وفي السن يعني أنت هتيجي تكسري 30 هتلاقي نفسك دخلة في سكر نوع تاني حرام حرام بجد تعالي بقى نروح زي ما احنا متعودين دكتور دينا لأسئلة المتابعين نبدأ بمحمد علاء هو بيقول أنا سني 34 سنة ووزني 125 كيلو لو أخدت الكورس ونزلت في الوزن ممكن أرجع أزيد تاني ولا صعب هياخد الكورس وهيتابع مع عالم طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة هيطابع مع الأخصين العلاجين أن هو يقدر يثبت وزنه بعد كده وما ترجعش الشراها بتاعته وأعتقد بتبقى صعبة فعندنا كورس تثبيت سواء الدكتور بقى هيقوله اللي في الشركة ياخد ساشة واحدة قبل الأكل كل يوم زي ما الدكتور اللي هيحدد له لكن سبات الوزن برضو بيبقى صعب مع الأوزان التقيلة ده مهم جدا لأننا مش عاملين احنا مش عاملين عملية تكميم قصنا المعدة فالمعدة بقت صغيرة لا وانس ان انا خلاص وقفت بيستاء المعدة حجمها بيرجع تاني عادي فمهم ان انا امشي على كورس التثبيت بتاع شكل بايو ناتشرلس وبالتدريج انت هتبقى خلاص مش قادر تاكل الأكل بالبورشنز اللي انت كنت بتاكلها من فترة طويلة قبل ما يبدأ الكورس يعني خلاص جسمك بيتعود على فكرة انا اعتقد تتصلحي لي برضو المعلومة دي يا دكتور الجسم حسب ما بنعوده يعني انا كل يوم مثلا قبل ما نام بحب الأكل حفضل كده لو انا واخد ان انا كل مزعل لازم اكل حاجة حلوة سويت او سكريات وكده حفضل كده انا عودت نفسي على كده صح هي بتبقى قوة الاراضة وقتها مهمة قوي يا نهواند يعني قوة الاراضة مهمة وموضوع اكل بالليل ده دي كارسة ان انا اكل بتلاقي كتير مسلا يقولك ايه لا احاول ما اكلش بالليل مسلا اتعاشا مسلا الساعة سبعة اجي نام مسلا اللي بيتأخروا في النوم دي مشكلة فبيجي نام الساعة واحدة او بتيجي تنام الساعة ديقولك لا اخش كده بقى ايه ننقنق واروح نق ده في ناس بقى عايز اقولك والله كانوا نفسهم انهم يعملوا قفل للتلاجة طبعا الكلام ده احنا كده مش بنحرم نفسي احنا كده بنعزب نفسنا يعني انت لازم عندك انت كده اراضة زيرو يعني فهم اقفل التلاجة بقفل ده اراضة زيرو لا هي بقى الناس اللي عندها اراضة زيرو ياخدوا اول ما يحسوا انهم جعانين ومش عايزين يكلوا بالليل ياخدوا على طول ساشة واحدة من بيستا على كوباية ماء كبيرة وطعمه زي ما قالت عصير الطفاح طيب حور احمد بتقول عندي 25 سنة وكان وزني زيادة واخدت الكورس من شهر ووزني اللي عايز اعرف اثبته ازاي هتثبته ان هي تمشي على نظام غذائي لو ما عرفتش تمشي على النظام غذائي عندنا كورس تثبيت في شركة بايو ناتشرلز وتحاول تمشي المشي مهم في الحركة باركة زي ما بيقول يعني مهم لو مش قادرة تحجم مش قادرة تلعب رياضة تمشي على قل في اليوم تلت ساعة على فكرة المشي كمان غير انه بيخسس بيطلع هرمون السعادة بيحفز على الدوبامين طبعا فمهمة اوي لو انا حاسة ان انا في سترس وخلوا بالكم السترس بيتخن والسترس بيعلي لي مستوى السكر في الدم فبليس خلوا بالكم السترس يعني مثلا الناس يقولوا لي ايه احنا ما بنقلش السكر خالص نيجي نحلل السكر نلاقيه عالي سترس سترس وعدم نوم لاني الكورتزون عالي عشان يهاجم التوتر على طول دم عالي السكر فالعدو الاول للكورتزون النوم 8 ساعات والرياضة لعبوا رياضة يا جماعة ومش قادرين اللعب رياضة نمشي وبعايدوا عن اي حاجة بتعمل سترس يعني لو كان فيه شغل معاين بيعمل سترس سبوه كان بجد او حاولوا تغيروه لو فيه شخص معاين بيجيبلكوا سترس بعايدوا عنه انا شايفة ان ده في ادينا يعني كانت اصفال اول فاخر مهدش هينفع حد يعني تعالي بقى نروح لمحمود رفعت انا مشكلتي ان الدهون متراكمة عندي في منطقة البطن فتنصحيني بايه انصحوا بكورس بيستا يستخدم كورس بيستا من ساعة ما شعفنا يكلم عن طريق الشركة شركة بايو ناتشرلز والاخصائيين العلاجيين هيتابعوا الحالة طبعا هما اللي هيقولوا هياخدوا كم ساعة هما اللي هيقولوا للمريض السم هياخد كم ساشة في اليوم يعني فيه ناس بتاخد ساشة واحدة فيه ناس بتاخد اتنين في ناس تاخد تلاتة مع القهوة القادرة وطبعا بيطلع كمان فيتامين دا الهداية فيتامين دا المهم جدا جدا لكل العمليات الحيوية في الجسم مهمة للمناعة ومهمة للشعر ومهمة لحاجات كتيرة فهيتكلم عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشة وهيقدر يخص طبعا مع شركة بايو ناتشرلز بطريقة امنة انا مش مهم ان انا خص ولاقي نفسي مثلا متعصبة متضايقة لأن بيستا ما بيشتغلش على مراكز المخ بيستا بيشتغل على معدلات الشبع مش من المخ ولا القلب ولا المخ ملناشة علاقة خالص فيه ادوية كده وادوية كده عشان كده كورسي بيستا مصرح وآمن لاصحاب الامراض المزمنة كمان كويس جدا طيب ابني عنده 14 سنة وزنه 112 لا مش معقول دا صعب جدا 12 سنة المهم عمل ريجيم كتير ومش بينزل خالص هالكورس دا مناسب للأطفال مناسب دا بس دا كارسة دا كارسة الطفل دا صعب جدا 12 سنة انا على طول بقول السمنة في الأطفال دي كارسة أكتر من سمنة للقبار لأن الأهالي هم المسؤولين عندها ازاي وصلون هوا يبقى معلش بس أنا عايزة أفهم في عرف الطب هل طفل عنده 12 سنة دا ايه يعني كل سنة بيبقى كم كيلو دا لا دا ايه كتير قوي دا العشرة كيلو على طول بقول الطفل مريء دا مشكلة كبيرة سببها الأم يعني يعني مهمة قوي ان هي اي حد عنده أطفال يعرف هم بيأكلوا ايه مش اي حاجة هم عايزينها تبقى طلباتهم مجابع اطلاقا حرام يعني لا دا قبع طبعا انا بقول مهمة قوي دعم الأم لعيالها ان مش اي حاجة هم عايزينها تبقى طلباتهم مجابة في الأكل لان خلي بالك كمية السكرات هتخليه لا هو مركز في الدراسة ولا هو عنده نشاط ولما يكبر او لما تكبر هيبقى عنده مشكلة كبيرة في عملية التمثيل الغذائي لان دي نبتة صغيرة النبتة دي لو عرفت غزيها صح هتطلع بنيانها صح كل موضوع من هو عنده 12 سنة لما يبقى 15 و 20 هيحصل عنده والخلل العضوي اللي هيحصل عنده هيحصل ايه يعني مشكلة لا مش هزار يعني موضوع مش هزار أبدا انا زعلت والله عزيمة على الولد متخسارة على كل حال في نقطة كمان مهمة قبل ما نختم لان فكرة هنا الناس اللي هي الميتابوليزم عندهم او سرعة الحرق بطيئة دي بالوراثة ممكن تكون مالهمش هم زنب فيها حتى ممكن يكونوا على الفكرة بيأكلوا أكل قليل جدا الناس دي حلها ايه يعني تعمل ايه هما هنا بيأكلوا قليل بالفعل بس الحرق عندهم بطيئ هل بيستا ممكن يساعد على زيادة الحرق بيستا بيزاعد على زيادة الحرق وقلب مولتي فيت من أهم الفيتامينات اللي بتساعد على زيادة معدلات الحرق هو فيتامين بي المركب بتقدر يتروحي السادلية بتسألي على فيتامين بي بس بيبقى صعب قوي نكتي تلاقي في منتج واحد أو في مكمل غذائي واحد في كل العائلة بتاعت فيتامين بي ده بيبقى موجود داخل ألب مولتي فيت هنطلب ألب مولتي فيت أو كورس بيستا يأما من السيدليات يأما عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة اللي مش عايز يخس مهم قوي لي على فكرة ألب مولتي فيت لأن احنا دخلين على شتا ودخلين عايزين ندعم منعتنا ضد أي فيرل إنفكشن ممكن يهاجم جسمي طب ألب مولتي فيت بقدر يدعم المناعة كيف لأنه فيه فيتامين سي بنسبة 500 ميلي جرام وفيه زنك بنسبة 23.9 أعلى تركيز في الزنك وفيه نحاس مدام أن أنا يوميا عارفة أن أنا بأخذ هذه الفيتامينات يبقى أنا منعتي كويسة ضد أي فيرل أو بكتيريا إنفكشن تخش على جسم يعني دكتور أولاي بات بيجري بقى ما بحسش به باسمت نورينا وملف آخر مهم خاص به طبعا ملف السمنة تاني الملف الأمة أكيد والكروميوم وأهميته النهاردة تكلمنا عنه قولنا كيس زي ما حضراتكم شفته شفنا كيس كمان على أرض الواقع لما جربت هذا المنتج إيه اللي حصل معها يعني مشكورة جدا دكتور دينا وإن شاء الله تكوني معنا تاني في فقرة مختلفة عن برضو طبعا ملف السمنة أنا بقى بالنسبة لي هشكر حضراتكم وأكيد كده الحلقة انتهت والأسبوع كمان بالتالي انتهى نهاردة عندنا مطش مهم جدا إن شاء الله يا رب ربنا يوفق الأهلي إحنا الحمد لله كده ضربة البداية إفريقيا كانت أكثر من رائعة ضربة البداية محليا يعني مع الدوري كانت أكثر من رائعة بإذن الله نكمل بهذا المستوى لأن في الأول وفي الآخر هو ده المستوى اللي لي بينا وبنادي الأهلي هشوف حضراتكم إن شاء الله في بداية الأسبوع الجاي أنا وكريم حلقة ديدة وعشر صبح في الأهلي مع السلامة